ثمت سؤال يطرح دائما في ما يتعلق بالدين مدار هذا السؤال هو هل أن مشكلة الدين تحسب على الفلسفة أم أنها لا تحسب عليها إنما تطرح خارجها ولا يمكن أن تكون جزءا منها لكن هي لابد أن ننصف الفلسفة بطريقة ما وننصف الدين أيضا ونقول بأن الفلسفة هي دائما معنية بأن تفهم جميع المسال أو تضع الأشياء تحت إطار ما ومفهوم ما وبعد ذلك تحاول أن تجري عليها عمليات العقلية عملات التحليل والتفكيك والتركيب لكن المشكلة عندما نأتي إلى الدين أنت لا تجد موضوعا قابلا لأن تضعه أمامك وتحوله إلى مفهوم وهنا تحدث المعظلة فعندما نأتي كما يقول بريكسل يقول أننا عندما ندخل إلى الدين نجد عالم من التناقضات والأعمال والانتهاكات الفضيعة بحق الآخرين وأيضا نجد بأن هذا الدين هو أحيانا يكون في درجة بالغة الوحشية الوحشين إلى درجة غير معقولة وأيضا نجدهم أحيانا يدعونا الرحمة والتسامح واللطف والمحبة وهذه التناقضات كلها كيفت لك بعد ذلك أن تستخرج منها مفهوما واضحا لكي بعد ذلك تجري عليها عمليات الفهم كما يقول هيكل يقول بأنه عندما تريد أن تبحث أمرا ما يجب أن تحوله إلى مفهوم أن ترتقي به إلى درجة المفهوم بعد ذلك تجري عليه محاولات لكشف عن حقيقته أيضا بعد ذلك حتى تتمكن من أن تتبين جوهر هذا الأمر وبتعبير هيكل الدقيق يقول جوهر الفكر دائما هو المفهوم لكن عندما نأتي إلى الدين نلاحظ أن لديهم ممارسات عجيبة غريبة الدعاءات خارقة ومؤجزات وأشياء بصراحة فيها من السخافات ما لا يسمح بأن تدرج ضمن منطقة العقل والمنطق بأي شكل من الأشكال المفارقة أن الإنسانية تبقى متشبثة بهذا الأمر الباطل والخطأ والمفارقة الأكبر أن الدين هو الذي يدعي أن من يقول أن الدين باطل فيه من الأشياء الباطلة الكثير والأخطاء والأوهام والمخيلة الغير مضبطة الكثير الدين هو الذي يدعي يهاجم الآخرين من العقلانيين والمتعقلين والفلاسفة والمفكرين ويدعي ما يتهم به أصلا بل أن الأمر يمضي أبعد يعني الدين يمارس فعل أبعد من أن يتبنى أفكار أجازية وخرافات وأساطير كثيرة بل ينتهك كل ما هو أخلاقي وينتهك الحقوق الإنسانية الأساسية التي جبل عليها كل إنسان والتي هي جزء طبيعي حق الطبيعي للإنسان أن يقول ويعمل ويفكر ويعيش بشكل سليم وهذا حق لا يمكن أن يستلب لكن الدين ينتهك هذا الأمر بشكل صارح بل يأمر ويكفر من لا ينتهك هذا الأمر بدليل أنه عندما تأجل الدين الإسلامي يأمر بغزو الآخرين بحجة أنهم ليسوا على الدين الحق وجواز سلب أموالهم ونكح نساءهم وبيع أطفالهم ونساءهم أيضا ومتلاك وقتل رجالهم هذه كلها انتهاكات وفقط ما هي الحجة؟ الحجة الوحيدة هي أنهم ليسوا على الدين الصحيح وأنهم كفروا بهذا الدين الذي هو قرره والأمر لا يشمل المسلمين فقط إنما أيضا يشمل الأديان الشمولية الأخرى هذا يكشف بأن الإنسان بقدر ما هو مجدود إلى العلم والفان والفلسفة هو أيضا مجدود إلى ما يتعارض مع العقل وهذا الإنسان يعني ممكن أن نفهم شخصيته أكثر عندما يؤمن بالتعاليم الدينية وينقاد لها رغم ما فيها من تعارض مع المنطق والعقل بأننا نكتشف بأن هذا الإنسان هو نفسه الذي يفتقر إلى العلم والفلسفة والفان وكافة المناح الحياة والمظاهر الحضارة والثقافة ولكنه لا يمكن أن لا نجد ضمنه ما نسميه دين أو ما يطلق عليه دين وهذا عندي نظرية فيها نقول بأن لا يمكن أن تجتمع جماعة من البشر إلا وتشكل تلقائيا فيما بينهم منظومة من الألاقات منظومة من العلامات والرموز والإشارات فيما بينهم التي من خلالها يتم التواصل بين أفراد الجماعة البشرية المحددة والتي تنتمي إلى شكل من أشكال الدين الخاصة بهم هذا الأمر هو الذي يجعلهم مهدة متماسكة ومتعاونة وتتبادل نظام موحد من العلامات والإشارات والرموز هذا البحث أنا ما راح أتحدث عنها بحث حاصبية لكن الآن أتحدث عن مسألة أنه تناول الفلسفة والفلاسفة لموضوع الدين وكيف تناولوها وهذه المناسبة أناقش فيها موضوع مقولة شهيرة لبريكسن في كتابه منبعاء الأخلاق والدين يقول بأن وجود مجتمع لا دين له أمر مستحيل دائما وكثير من الذين ينتصرون للدين ويؤمنون بالتعاليم الدينية أو لديهم إيمان ما هؤلاء يستشهدون بهذا القول وأنا أقول بأن هذا الأمر شخصيا أستطرد في هذا المجال فقط وأقول بأن المشكلة هي في تعريفنا للدين فكيف يرى بريكسن الدين وكيف يفهم الدين هنا القضية التي يجب أن نسأل أنفسنا بالنسبة لي أنا أرى الدين كما قلت ومضم من العلاقات وبغض النظر عن أركان الدين يعني أسس الدين والأشياء التي لا يمكن أن لا توجد داخل الدين أنا أعتبر كلها هاي أشياء محاولات لتقريم تعارف وأسس وقواعد وقوانين للدين وجوهر للدين لكن هاي كلها أنا أعتقدها غير ممكنة لأن الطقوس موجودة في أي نشاط بشري الإيمان بالعمل الإيمان بالحب الإيمان باللعب إيمان بممكن فممكن أنه الإيمان أيضا يتحول بأشكال متعالي الإيمان بالعلم بالفلسفة كثير ممكن أن يؤمن بالسباحة مثلا أو بالرياضة أو بشيء ما فالإيمان متعدد ومختلف ومتنوع وأيضا الطقوس موجودة فيه الطقوس الولادة الطقوس الزواج هذا أيضا طقوس وأيضا الإيمان بالآلهة أيضا ليس بالضرورة أن الإيمان بالآلهة يشكل دين هنا أنا مؤمن بإله معين يعني لا يعني أنني أنا لدي دينا الدين مسألة العلاقة بالمؤسسة العلاقة بالنظام كامل كما أقول النظام للعلاقات يتدرج من هذا النظام من الشكل البدائي على شكل قبيلة وهذه القبيلة تطور شكل قبيلة إلى شكل الجماعة الدينية أو النحلة الدينية التي تقتصر على شعب وطفئة محددة بعد ذلك هذا الدين يتوسع ويشمل عدد مختلف من الناس بغض النظر عن انتمائهم البيولوجي ويصل هذا الدين عند ذلك يصل إلى الدرجة الأكبر وهي أنه يتقبل الجميع في حضرته الدينية وإيمانه الديني هذا هو أقصى درجة يصل إليها الدين بوصفه ظاهرة اجتماعية أو بوصف الجماعة هي ظاهرة دينية كما عندي حلقة أنه أقول بأنه الدين ليس ظاهرة اجتماعية إنما الجماعة هي ظاهرة دينية طبعا هناك من الفلاسفة من يقول بأن الدين هو أمر كوني وأمر غيبي وأمر موجود في عماقه كل إنسان ولا يمكن أن تخلص منه أو الاستعاذ عنه أو عدم اللجوء له أو لا يمكن إنكار وجوده هذه كلها ابتراضات وفرضيات من بينها فرضيات الأوتو في كتابه القدسي وأيضا فرضيات فويرباخ وأيضا فرضيات أيضا مولر الألماني مولر اللاهوتي ويقول بأنه هناك هو الدين هو الغامض العظيم الموجود الذي موجود داخل الإنسان أيضا هناك ما قولت أنه فكرة الكائن الأساسي التي دعا لها مرسي ألياد وأيضا جون هيك أتهم هاي الفكرة بأنه هناك الكائن الكائن هناك عشق أو ارتباط بكاء ما يسمونه الكائن الأساسي الذي يطمح لوجوده الإنسان هاي رايز يحتاج أسوي لها حلقة خاصة أشرح بها مفهوم الكائن الأساسي أو المخلوق الأساسي الذي يفكر الذي وضعه مرسي ألياد وأيضا جون هيك اللاهوتي جون هيك الذي توفيه سنة أعتقد سنة 2002-2004 هو بريطاني اللاهوتي من كلية اللاهوتي الإنجليزية وعنده كتاب مشهير جدا في فلسفة الدين سأقدم تلخيصا له مستقبلا أيضا هاي الفكرة تقول بأنه هذا الإنسان وجود هناك جانب مشرق داخل الإنسان أو نور هذا النور هو الذي يضيء للإنسان الوجه الآخر من وجوده وهذا الوجه هو الذي يسمونه وجه الترانسندنس أو التعالي الإنسان بحاجة دائما الذي هو بحاجة لأن يكون أن يتعالى على جوهره وفي داخله الشوق إلى المطلق والخلود وهذا هذا الشوق هو الذي يعبر عن الروحي البؤد الروحي للإنسان الذي لم يكن يوجد إلا بانتساب الإنسان إلى مرتبة من الوجود مفارقة لوجوده الديني أو الحياتي فهذا الفهم أنا أعتبره شخصيا أعتبره وسهة نظر مهمة وأيضا عندي اعتراض عليها لأنه يعني ما معنى أن تكون لديك بؤد روحي فهذا البؤد روحي ما هو هذا البؤد يعني هي أيضا مفهوم يعني شرحت يعني خلصتنا من مفهوم الدين أو من العنوان الرئيسي للدين ومفهوم الحاجة وبعد ذلك دخلتنا في مفهوم الروح ومفهوم الأبعاد هذا كله أيضا يعني يعني يعقد الموضوع أكثر ما فسر وبسط فكما يقول هناك مبدأ أوكام يقول دائما نختار الحل السهل لا نذهب إلى الحلول الصعبة دائما الحلول المعقدة ترفض ونضع عليها أي طرح يعقد الأمور هو نضع عليها نصل أوكام أو شفرد أوكام ونبتر الجانب المعقد للتفسير إنما نأخذ التفسير أو المفرضية الأسهل والأقرب إلى التي تقدم إجابة شافية بدلا من إجابة معقدة تدعي أنها قدمت إجابة شافية أكبر من الإجابة البسيطة فبالنهاية نصل أوكام ويحد من هذا الموضوع هو كان سبب رئيسي في ظهور يعني من أسباب الرئيسية ظهروا بالقرن الثالث عشر ميلادي وكان من أسباب الرئيسية لظهور الحداثة في العالم الغربي والآن حتى أفصل الموضوع سأقسم الأمور إلى مجموعة من الأبواب الرئيسية أولا علينا أن نحدد العلاقة بين الإنسان والدين وضمن هذا الحالة الأولى سأتحدث على الإنسان ليس بوصله متدينا توحيديا إنما سأتحدث عن الدين بحد ذاته وليس الدين التوحيدي أو اليهود أو المسيح أو البودي إنما الديانة الدين بصفته جوهرا ومفهوما بعد ذلك ستحدث عن مقاومات الدين أو مقاومات جوهر الدين وهذا هو الأمر الذي يحتاج إلى تفصيل فيه نوع من التعقيد وأتمنى عندها أن تصفرون عليه لأنه سيكون موضوع فيه من التعقيد الكثير لأنه ستناول من خلال مفهوم المقدس وأيضا مفهوم منطق المقدس وأناقش منطق المقدس وأيضا سأتحدث ضمنه عن فكرة الخلود أيضا سأتحدث فيه عن أيضا فكرة التعالي وأيضا فكرة المطلق في القسم الثالث سأتناول فيه وجهات نظر مختلفة حول الدين وأستعرض فيها وجهات نظر علم النفس وعلم الاجتماع وأيضا وجهات نظر ماركس ووجهات نظر يعني المقاربة أو المنهج المادي الديالكتيك أو المادية التاريخية الماركسية أكرر الأساسة التي ستحدث فيها حول موضوع الدين وأقسمها أولا إلى تحديد العلاقة الأساسية بين الإنسان والدين والحديث من خلال عن أن الدين ليس مسألة هذا الدين أو ذاك إنما الدين بشكل عام وأتناول ضمن أيضا موضوع الدين بأتبار الشاغل داخلي وإنساني وشخصي أيضا في الفقرة الثانية أو القسم الثاني سيتناول فيه مقاومات جوهر الدين وأقسمها إلى جوهر الدين المقدس وأقسم جوهر الدين إلى أبواب أو وجوه أو صور لهذا جوهر من أتهاء المقدس وأيضا فكرة الخلود وأيضا فكرة التعالي وأيضا فكرة المطلق وأضيف لها فكرة خاصة بي وهي فكرة القطيع وهذا واللي أعتبر حسب أدي حلقة تعريف الدين أقول فيها بأن الدين هو القطيع مباشرة بدون أي إضافة أخرى فهذه الأبواب الرئيسية التي تحدث بها خاصة بتحديد العلاقة بين الإنسان والدين فيما يتعلق بالقسم الثالث هو يعني القسم الثاني يقصد هو مقاومات جوهر الدين في القسم الثالث يتحدث في مقاربة مسألة الدين من وجهة نظر العلوم المختلفة العلوم الإنسانية المختلفة منها أولا وجهة نظر النفسية خاصة فرويد وأيضا وجهة نظر علم الاجتماع وخاصة دوركايم وأيضا وجهة نظر علم الاجتماع أو المادية التاريخية لماركس وأنجلس فكونوا معي السلام أولا رح أحاول تحديد العلاقة بين الإنسان والدين ما دام هناك الدين فلا بد من وجود إنسان يقف خلف هذا الدين أي أن ما هو موجود خلف الدين مبدئيا هو الإنسان وليس ما يزعمه هذا الإنسان من أن هناك إله يقف خلف هذا الدين هذا البحث لا يخصنا الآن نحن نحاول أن نحدد الموضوع الذي هو الدين إن صح أن يكون موضوعا وبعد ذلك نحاول نفصل هذا الأمر أولا نوضح من خلال هذا الباب علاقة الإنسان بالدين أولا نقول بأن موضوع التفكير هو الذي في الدين لن يتعلق بالإسلام أو المسيحية أو اليهودية إنما يتعلق بالدين بشكل عام وهذا أمر مهم أي أن نتناول الدين في ذاته بدون تخصيص أو تحديد أولا نقول الفقرة الثانية التي يتحدث بها أقول أن الدين أمر يتعلق بالإنسان وحده دون سائر الكائنات الإنسان صحيح على الانتكاء الهش الذي لا يكاد أن يكون له حجم مهم في مساحة الكوكب الأرض على الأقل ولا يكاد يذكر في حجم الكون بأكمله والمجموعة الشمسية قبلها هذا كله هذا الإنسان هو الذي يؤمن بالدين وهو الذي الوحيد الذي يبتكر الأديان ويؤمن بها وينصع لها ويخدم كل ما تطلبه منه المؤسسات الدينية أو الرموز الدينية ماذا يعني هذا يعني بأن الإنسان هو حصري المعني بمسألة الدين وهذا يترتب عليه أن الحيوان غير معني بهذا الموضوع ولا وجود لأي مظهر من مظاهر التدين لدى الحيوانات هناك بعض الأقاويل الأخيرة الأخبار تقول بأن هناك بعض القردة أو القردة ليس القردة العليا وليس يعني الأب هذه بدأت شهدت وهي تغسل الموز وتمارس هذه العملية بشكل مستمر وتبرت هذه مسألة تقصية لأنهم أصلا بالأصل لا يحتاج أن يغسل الموز لأنه سير من القشر ولن يأكله فدائما هو الموز نظيف فاعتبرت هذه مسألة تقصية هذه الظاهرة وهذه من الأشياء البسيطة التي اعتبرت فيها اعتبرت فيها وجود ملمح من ملامح الدين العلاقة للإنسان بالدين بالتالي هي علاقة تؤثر فيه وهو يؤثر فيه دين والدين يؤثر فيه ويبلغ فيه مبلغا يصل إلى حد أن يضحي بنفسه من أجل الدين وهذا العمر سأتطرق إليه في مقاومات جوهر الدين عندما أتناول فكرة الخاصة بأن الدين هو القطع هناك تناول للموضوع يعني عندما ما يتعلق علاقة الإنسان بالدين هناك تناول يقول بأن هناك الدين هناك تناول شأن داخلي بالإنسان أنا أقول أيضا وهناك تناول يقول بأن هناك شأن خارجي يتعلق بالإنسان أن الدين يأتي إلى الإنسان من الخارج ولا ينبع من داخله سأتناول أولا موضوع أن الدين هو شاغل داخلي أقول أن تأثر إنسان بالدين لا يعني أنه بمفهوم ورؤية عدد من الفلاسفة لا يعني أنه تعرض لظاهرة خارجية إنما يعني أنه هذا الإنسان شعر وتولد أحساس داخله بمشاعر دينية وحاجته إلى تجربة دينية وتأثر بها داخلي ويقولون بأن هذا إحساس يهز الإنسان من الداخل ويجعله كيانا متدينا بالفطرة أو يجعل من الدين مسألة أساسية ويرتقي به إلى منزلة روحية داخلية يشعر بها الإنسان ويحرص عليها البحث عن الدين في هذا الإطار أو في إطار الإحساس به من داخل الإنسان هذا هو يدفعنا للتساول عن ما هي المشروعية الفلسفية لسؤال من هذا النوع أو مثل هذا الطرح أولا نقول بأن أي تصور لأي حقيقة هو يقوم على مبدأ التطابق بين الواقع المحدد وزمان ومكان باعتبار هذا الواقع هو موضوع وأيضا أحكامنا عن هذا الواقع باعتبارها صادرة عن ذات العارفة من جهة أخرى ماذا يعني بهذا الكلام يعني بأننا عندما نرى الواقع المحدد زمانا ومكانا هذا موضوع بعد ذلك عندما نطلق أحكاما على هذا الموضوع لابد أن يحصل تطابق بين الأمرين طبعا هذا الوصف الفلسفي يعني يحدد جدا من حدود الفلسفة ويجعلها أو من حدود الفكر والاستنباطات الفكرية أو الاستتلالات الفكرية ويجعل نطاق الفلسفة ضيق جدا لماذا لأنه عندما تحاول أن تطابق بين الحكم الفلسفي وبين الواقع الموضوعي للموضوع نفسها أو للقضية نفسها التي نحتكم إليها معرفيا هذه عملية شبه مستحيلة فبالتالي هناك مقترحات كثيرة قدمها العديد من الفلسفة منعتها من أنه هناك حتى عندما نرجع إلى فلاطون نجد أنه استعانى بالأسطورة لكي يوضح كثير من مفاهيم الفلسفية وخاصة أنه في جمهورة فلاطون تحدث عن مسألة خلود الأرواح وكيف تهبط من العالم العلوي إلى العالم السفلي وهناك من يتحدث أنها علاقة بالسرديات التوراتية أيضا هناك بعض يختار طريقة أخرى للنهل من المعرفة أو المعارف طريقة باسكال يسميها نداء القلب وأيضا كيركارد يسميها الذاتية أو أيضا التجربة المعاشة عند بعض الفلاسفة وأيضا هناك بعض يتحدث عن تجربة متافيزيقية وتجربة متعالية وما إلى ذلك والآن أتناول القسم الثاني وهو مقاومات جوهر الدين أولا ما هو المقدس المقدس طبعا هو من الأفكار الأساسية التي أصبحت مسألة لا يمكن التغاضي عنها في تناول موضوع الدين من هنا يمكن أن يكون معنى الدين هو الظاهرة التي تعبر عن علاقة الإنسان بالمقدس والإنسان تحديدا بمفهومها العام فعند ذلك لا بد أن نتسأل ماذا نعني بالمقدس هو أول من الأواء الذين يتحدثوا عن المقدس هو رودولف أوتو وسمى المقدس بالغموض الرهيب يصفها بأن هي هناك جاذبية لا تقاوم داخل الإنسان لوضع هالة إجلال على الأشياء والعالم من داخل النفس وخارج النفس الإنسانية وفي هذا الصدد يقول تحديدا حتى استعير كلام أوتو نفسه وهو من أكبر فلسفة أو علماء الدين هو يقول بأن إدراك المقدس ومفهوم المقدس أمر غير ممكن بل مستحيل تقريبا لأن ماذا يقول لأن تحديدا هذه عبارته أن المقدس هو قبل كل شيء مقولة متعلقة بالتأويل والتقويم مجالها المقدس لا غير هذه المقولة طبعا واضح أنه هي مقولة يعني صعب فهمها بشكل سهل وسأخصص حلقة لكتاب أوتو الأساسي في تناول موضوعة الدين وهذا بحث منفصل سيكون في حلقة منفصلة لكن الآن أتطرق إليه على عجاله طبعا هذه المقولة هي تستمد من كون مؤتو هو لاهوتي ومؤمن لكن الاعتماد على فكرة وبعتباره هو من مؤسسي الميلاديان إضافة لما مولر الذي سبقه لكن هذا عبارة مهما حاولنا أن نتقرب إليها سنجد أنها عبارة لا تمنح شيئا إنما تعيد تسمية الأشياء بطريقة غامضة أكثر تعقيدا وهذا أمر لا أعتبر له علاقة بالفلسفة إنما العلاقة ب يعني إضافة غموض على غموض أصلا نحن نحن نحاول توضيح فكيف بهذا الكلام لكن الآن أنا ليست في معرض نقد أوتو إنما أقدم تصور لمفهوم الدين وهو يقول بهذا المعنى أن هذا الدين يشتمل على شيء بالغ الخصوصية وشيء خارج الإطار العقلاني وأن هذا الشيء أو الغامض الرهيب الذي هو المقدس هذا لا قدرة لأي إنسان على فهمه ولا للكلام حوله أيضا لغة عاجزة عن التعبير عنه وأوتو سمها تحديدا سم هذا المقدس أو هذه القدرة أو أنصر المقدس داخل الإنسان بالقدرة الربانية الفاعلة نظرا لأن أوتو يعني وضع كل هذه الحواجز بين لفهم ما يتحدي فهم مقولة المقدس حاول أن يقدم نوع من الحل لفهم العبارة أو مقاربة لفهم هذه العبارة ليس عن طريق التحليل طبعا إنما راح يتحدث عن تأمل الصدى المقدس داخل ذات الإنسان هذا فبالتالي يذهب إلى رجل الدين ويقول هو رجل الدين عادة يكون الرجل الذي تسكنه قدرة مشهولة تنبيه دائما بمشاعر خاصة وهذه المشاعر هي خاصة برجل الدين وهناك نوع من الإلهام شيء من هذا القبيل ويصف أيضا هذا الغامض الرهيب بأوتو بيقول بأنه قريب مننا جدا وأيضا بعيد عننا جدا وهو شيء يعبر فيه أو يشعر فيه الإنسان بمحدوديته ومحدودية الكائن البشري أو الجنس البشري عموما لكن الميزة هذا الغامض الرهيب وفقا لأوتو هذا أن هذا الغامض الرهيب هو الذي يجذبنا ويملك علينا أمرنا ووعينا ويوحي لنا أيضا بمعاني الخلود يعني الخلود أو الاستمرار أو عدم الموت أو انستحادة الموت أو الوجود في طبقات عليا غير هذا الطبقة التي نحن فيها فبالتالي يتحدث عن هذا الإحساس يشعر فيه الإنسان بأنه لا حدود له ولا نهاية ونقف بالتالي أمامه هذا الغامض الرهيب أو الإله بالمعنى التوحيدي هو نقف عزاء عاجزين تماما لا حولنا لنا إزاءه ولا قوة هنا يجب أن نسأل السؤال المهم هو يعني كيف سيظهر لنا هذا المقدس أي أن كيف لنا أن نتعامل مع هذا المقدس الآن قلنا مع أوتو أن هذا هو الغامض الرهيب الذي نشعر أمامه بالعجز واللا مهدودية وأيضا بأنه قريب وبعيد منا في الوقت نفسه لكن كيف نتعامل مع هذا المقدس كيف نستطيع أن نمنح هذا المقدس محتوى خاص به أي أن هذا الإله الذي يعبده الإنسان أو ينتمي يشعر بانتمائه وأنه يشعر بأن وجوده بأكمله مرتبط بهذا الإله وهذا المقدس فبالتالي ما هو هذا المقدس بالنسبة له هل هو مجرد شيء لا قيمة له هل هو مجرد شيء يدور حوله ويطوف بدون أي معنى أو أنه مجرد إلي دي ضياء وقت أو مجرد أن يذوب في هذا المقدس بدون أن يعرف ما هي القضية هذا حتى نعرف حتى نحاول نفسر ما حصل ما يحصل داخل نفس المؤمن لابد أن نستخدم آليات مختلفة عن آليات اللي طرحها السيد أوتو هذا كيف نسوي المقاربة بأن الإنسان يختار شيء ما ويوظف هذا المقدس داخل هذا الشيء مثلا ممكن أن يختار صنما أو يختار حجرا أو يختار حجرا لأنصاب مثلا في حسب الرواية القرآنية أو الأوثان أيضا لأنصاب في زمن الكنعانيين أو الحجر الأسود هو نفسه أو بيبلوس البيبلوس هو نفسه حجر كانوا يعبدون هذا الحجر وعتبروه هو بيت الإله هذا الإنسان يختار حيوان أو شجر أو حجر أو صخر هذا كله ينطوي داخله المقدس لكن في الحقيقة لا يوجد مقدس داخل هذا الشيء إنما المقدس هو الذي يضفيه بيغفيه الإنسان على الأشياء من حول من قداسة وأنا هذا سميه التثبيت إنه الإنسان بحاجة دائما يعني أنا ما دخل آراء الخاصة لكن هذا إشارة سريعة إنه أنا أقول أن دائما الإنسان هو المقدس وأكو أعمق من المقدس وهو ما أسميه التثبيت أو المثبت وأن الإنسان أو كل كأنحي بحاجة دائما المثبت شيء وهذا الشيء هو الذي يحدد من خلال الإنسان هويته ومرجعيته أو يستطيع من خلال أن ينظر إلى العالم من حوله ولأنه لا تستطيع أن تنظر من نقطة عائمة في الفراغ لابد أن تكون هالنقطة تشخص لديك شيء مهم فبالتالي المقدس بالنسبة الأوتو حتى حاول أن نشرح الفكرة أوتو أنه هذا المقدس يمكن أن يكون حجر يمكن أن يكون صنم يمكن أن يكون كعبة أو الناس تطوف حولها دائما تلاحظون أنه المعابد الناس تطوف حولها أو تدور حولها خاصة بالأجان القديمة هذه دائما هذه الحركة معروفة أدهم فبالتالي المقدس هو ما يغفيه الإنسان على ذلك الشيء من قداسة الشيء على هذا الأساس مجرد رمز للقداسة ولكن هذا الرمز هنا ماذا يفعل الرمز هنا يقوم على يمتلق قدرة على القطيعة وبحيث يفصل بين عالمين متبعدين عالم المقدس وعالم المدنس بالتالي إذن نجد بأن هذا المقدس دائما يتصف بالإزدواجية فأنت تراه من جهة مقدس لكنه من جهة الأخرى هو مدنس فلماذا لأنه هناك حاجز فاصل بين الأثنين في لحظة تشعر أن الإنسان ينتقل من القداسة إلى الدناسة بشكل أحيانا مفاجئ وتنقل بالأدوار خاصة عندما نلاحظ بعض تجده يضحك بشدة ويبكي بشدة أو تجده يكفر أو يسب الإله في لحظة التي هو يتعبد له هذه ظواهر موجودة ومسجلة وموثقة أيضا لكن هذه الشتيمة وهذا التجذيف بحق المقدس لا يعني أنه تجذيف بمقدس هذا ليس بالضرورة إنما يعني بأن الإنسان في النتيجة هو تشبث بهذا المقدس يعني مثل واحد بالله شخص يحب امرأة لكنه في لحظة معينة يغضب بحقها لكنه يحبها بأعماق بكل جوارحه فعندما يغضب علىها لا يعني أنه يكره أو ينتهك حرمتها أو لا يعترب بها ناعيا أو بمقاربة أكثر وضوحا عندما يغضب الأب على أبنائها أو الأم على أبنائها فبهذه الطريقة عندما يغضب الإنسان على الإلهه على إلهه فهي الصورة بهذا الشكل هنا يعني يقترب تقترب مساحة المقدس مع المدنس وفي هذه اللحظات عندما نكتشف حقيقة المقدس أكثر مما لو كان المقدس منعزلا فأعتقد أن هذه التجارب الحادة بين العالمين عالم المقدس وعالم المدنس تحتاج إلى بحوث مكثفة لمراقبة لحظة الانتقال بين المقدس والمدنس وهذا يشتغل عليها لكن ليس بشكل مكثف مرسي الياد والتلاميذة بس ما شفت يعني حاليا ما شفت شغل على هذه المنطقة تحديدا وفي رأي ختاما لهذا الفقرة المقدس في رأي أن الفصل بين المقدس والمدنس هو الذي يجعل هناك عالم عالم القيم وعالم الواقع هذا العالم الدنس الذي يجب أن لا يتتروث به روح الإنسان ويجب أن يمارس كل القيم العلوية المقدسة في واقعه وأن يحتكم إليها ويخضع لها لكن هذا تجلى بأشكال مختلفة على مستوى الثقافة والوعي الإنساني هو الذي سمح بتطور الإنسان وجعله دائما يطمح بأن يسيطر على العالم وأن هذا العالم يعتبره أداة طيعة لتحقيق أحلامه يعني هو العالم العلوي أو العالم المقدس هو يعطي نوع من الإلهام للإنسان لكي يحول العالم المدنس وهو عالم غير ثابت قلق دائما فيه من الشرور ما لا يحصى هذا العالم يجب أن تتم السيطرة عليه ويجب وعن طريق فكرة القداسة لكن الدين عندما تحول أثناء التطبيق تحول إلى شيء مختلف تماما أما عهدنا وبعد ذلك أصبح المقدس أداة وليس وسيلة وهنا الإشكال الكبير الذي لا لا يصيب الدين فقط إنما يصيب أي فكرة أو أي منتج أو أي قضية أو أي اختراع يكتشفه البشر بدليل أن عشرات الأشياء ومئات الأشياء التي يفتكر الإنسان أصبحت بعد ذلك بدلا من أن تكون وسيلة تنحولها إلى غاية بحد ذاتها مثل المال مثلا الآن المال منذ اخترائه بالقرن أو الألف القبل أول قبل الميلاد حتى اليوم أصبح هو وسيلة وأصبح الغاية عن جمع المال وليس وسيلة لممارسة الحياة بطريقة جيدة وأيضا اختراع الآلات الأجهزة السيارات مثلا فعندما اختراع أصبحت سيارة مع الوقت مادة للإفتخار المقدس أيضا نفس الحالة المقدس والإله والدين والأئمة والشيوخ والأنبياء والأوصياء والمراقد كلها أشياء مقدسة أو أشخاص مقدسين هؤلاء جميعا تحولوا إلى غاية في حدثاتها وبدأت الناس تتقرب إليهم للإفتخار والمظاهر الاجتماعي أنني أنا أخضع لهذا المقدس وبالتالي يجب أن تفتح لي الأبواب ويجب أن أمنح كل الامتيازات أيضا هناك من مظاهر الدين الأساسية هي فكرة الخلود وهذه الفكرة ممكن اعتبارها من أهم أفكار الأفكار الدينية مؤظم الأديان أو جميع الأديان دائما تقريبا تدعي أو تقول أن هناك عالم آخر عالم النيرفانة مثلا عند البودئين هناك الآخرة عد المسلمين والجنة وهناك عالم مثل عد الفلاسفة الميتافيزيقيين وهكذا حتى عد اليهود أتم عالم مكان أتم آخرة لكنه عالم الخلود بعد يعني بالقرون المتأخرة يعني بعد الميلاد ظهرت لديهم نوع من أنواع فكرة الخلود بتأثير الدين المسيحي المسيحية أيضا موجودة هذه الفكرة المملكة مملكة السماء وما لذلك هذه كلها أفكار تؤكد أن الدين يقوم على فكرة الخلود وهي تميز الدين عادة والظاهرة لم تطر كما قلت من فقط بالديانات التوحيدية إنما ظهرت بكثير منذ زمن بعيد حتى عندما الإنسان القديم النياندرتال عندما فتحوا قبور إن حتى النياندرتال من جنس البشر وجده يدفنون الموت باتجاه شروق الشمس وهذا اعتبروها العلماء الأركيولوجيا اعتبروها ظاهرة أو سلوك فيه نوع من التغسية والشعور الديني وأن هذا الإنسان الذي مات هو سيعود إلى الشمس حيث ظهر منها أو جاء منها وهنا أضيف شيء من عندي أنه فكرة الخلود لدى العجيان هي لا تعني أنه أنك الأمر سيحدث في المستقبل لا مو بالضرورة فقط أنه تدعي بأن هذا الشيء الثابت الذي هو الروح أو الروح الإنسان هذا لا يقبل التغيير بأي حال من الأحوال يبقى ثابت ويعود من حيث ظهر منذ البداية فالإنسان يتخيل حتى عندما نهت على المسلمين هو يعتقد بأنه يجب أن يعود إلى الأصول ويجب أن يتشبه بالشخصيات الأسطورية التي أو الأسلاف فهو بالتالي هو لا يبحث عن الخلود في المستقبل أو أن ما ينضج ويكبر لا يبحث عن أن يعود إلى السلف الصالح الذي يتشبه به وبعد ذلك فهو هذا بالنسبة للخلود الخلود بالنسبة له ليس ما سيتحقق في المستقبل إنما العودة إلى السلف والتشبه بهم والحذو الحذو حذوهم أو القداء بهم يعني إلى حد السنتيمتر أو المليمتر في كل تفصيل من تفاصيلهم فكرة الخلود هي عموما فكرة تنفي سيرورة الزمن أو سيرورة الزمن وتحاول أن تقاوم المتغيرات التي لا تتوقف في لحظة واحدة طوال حياة الإنسان الإنسان هو بحذاته متغير يعني إنسان يولد طفل صغير رضيع وبعد ذلك يكبر ويصير شاب وشاب بعد ذلك يصير رجل والرجل كهل والكهل يصير شيخ وبعد ذلك يموت هذا المراحل التنوحة كلها تغيرات حتى في شكله في حجمه حتى في لون البشرة مالته حتى في أفكاره في مؤتقداته في تصرفاته في أقواله كل هذا يمر في عملية تغير مستمرة والعالم حوله كله بيكمل يتغير الناس البشر الطبيعة الأشياء كل شيء يتغير هذه عملية مرهقة جدا لأي كائن حي يعني ليس صراع مستمر ولا يتوقف صراع بين كل شيء وليس بين شيء محدد وأشياء أخرى لا صراع مستمر بالتالي الإنسان يحاول أن يخرج من هذا التيار الزمن الجارف والذي يعني يرغمه على اندفاع ما هو شاء أم أبا فالدين هو نوع من أنواع التمسك بشيء ما وسط هذه اللجة وهذا الطوفان المستمر للمتغيرات الطوفان في الحقيقة الذي وصفته الأساطير خاصة السومرية والبابلية والتوراتية هذه الطوفان هو طوفان المتغيرات وليس طوفان المياه هو فكرة عميقة داخلة أن هناك طوفان مستمر للبشر هناك عقاب مستمر للبشر هذا عندما نقارن بين الأمرين نجد بأن فكرة الخلود هي نابعة من هذه القضية أننا نحن سنخلد وسلن نموت لكن كل ما علينا أن نطبق كلام وأن هناك خطأ ما نرتكبها لأن هذه التغيرات وهذه الأشياء التي تصيبنا هي لم تحدد إلا لأن نرتكب خطأ ما وكل ما علينا أن نكتشف هذا الخطأ يظهر عنبياء يقولون الخطأ هنا أو هنا أو هنا أو أن نتصرف بطريقة خاطئة وهذا هي فكرة الدين ولماذا يظهر عنبياء في العصور خاصة بعد يعني بزمن ظهور المسيح وبعد ظهر مئات الأنبياء وقبل أيضا بزمن اليهود ظهر وأنبياء ودعاة ومصلحين كبار منهم زرادش منهم ماني مزدك ظهر أيضا في الصين في في الهين في داغورس في لدى اليونان والرومان هو ظهر منطقة إيطاليا المهم فهذه كلها محاولات للفهم ما يجري في العالم وأعتبار أن الإنسان لديه قدرة على فهم ما يجري وكل ما عليه أن يكتشف الخطأ أين حتى يستطيع المقاومة المتغيرات هذه هي فكرة الدين الأساسية وجوهر الدين نعتبره من فكرة الخلود فكرة الخلود هي هذه أنه أنا أسيطر على متغيرات الزمن وأثبت وأستعمل المفهوم الثابت والمثبت في هذه القضية وخاص بيه وهذا المثبت هو الذي أتمسك هو العروة الوثقة التي ستحميني من كل متغيرات هو سفينة نوح التي ستخلصني من كل طوفان المتغيرات التي ترغم الجميع على الانسياق معها هنا يستصبح فكرة الخلود هي مصدر عزاء للإنسان أمام الفناء والموت المحتم الذي يدرك بأنه سيسقط في مهاويه وهاويته بالتالي يصبح الشوق إلى الخلود مرتبط بهواجس تسمى هواجس روحية وعرفانية لدى عدد كبير من حركات الدينية عبر التاريخ وما زال هناك من يتحدث عن الارفان والشوق والوجد وما إلى ذلك من هذه المفاهيم الصوفية والآن بعد أن تحدثنا عن مقاومات جوهر الدين وأولها المقدس وثانيها الخلود الآن نأتي إلى فكرة التعالي أو ظاهرة التعالي أو الإحساس بالترانسندنس هذه المسألة متعلقة بوجه من وجوه بما نشعر بأن هناك شيء يتجاوز حدودنا ووجودنا وكوننا كائنات محدودة بشكل أو بآخر هذه الكائنات تعاني دائما من واقعة فنائها المستمرة والممكنة أن تحصل في أي لحظة هنا نجد أن الإنسان يعتقد بأن هناك وجود آخر مختلف عن وجود المحدود النسبي هذا الوجود كامل مطلق هو يحلم ويتخيل بأنه سيحققه يوم ما في لحظة في هذه اللحظة لحظة التأمل ولحظة التواصل مع هذا الإحساس بوجود مطلق وكامل وخالد وهذا الحاجة لأن يتعالى من ذاته ويغيب عنها لكي يتحقق في المستوى الوجودي الكامل المطلق وهذا الوجود بالضرورة المتعالي أو الحضور في المتعالي هو حضور لا علاقة له بالزمان والمكان هنا ليسميه الصفية الشطحات وما إلى ذلك هنا نسأل لماذا يفكر إنسان بهذا الطريق من أين من أين تأتيه فكرة أن يكون هناك وجود متعالي كامل ومطلق يمكن للإنسان أن يبلغه أو ممكن أن يتصوره هذا يحيرنا إلى عدد كبير من الفلاسفة منهم تصوروا الخير المطلق طبعا على رئيسهم فلاطون أيضا هناك تصورة الإنسان عند الله مثلا وصورة الإنسان الكامل هذا الذي يجب عن المتسامي الذي وفقا السوبرمان أو أوبرمنشل منشل أوبرمنشل عنده نيتشة إنسان الكامل أيضا نلقى عند الإنسان النبي مثلا أو أو إنسان المستقبل عند ماركس أيضا هناك الإنسان الذي عنده الكونشينس كولكتف هذا الإنسان الذي وفقا لرؤية الدور كايم أيضا فويرباخ عده تصوره الخاص وراح أعرضه في حلقة منفصلة إذا سنح الوقت أيضا هنا لازم نذكر بأن علاقة الإنسان بالتعالي أو المتعالي من حيث أن هذا المتعالي هو انتساب إلى الإله أي أن هي مسافة بين الإنسان وبين الإله أن هذا المسألة هي تتصل بالضرورة ليس بالعقل وتتصل بالمشاعر الإنسان نفسه مشاعر اللي يعيش الإنسان ويدركها الإنسان ويجربها أو يختبرها الإنسان يعني هي مو مسألة مفهوم يتعلق بالذهن والأفكار وما لا ذلك هي بأنها مسألة لا يمكن أن نحيلها إلى العقل هذا يأدي بنا النقطة الرابعة وهي فكرة المطلق أو موضوعة المطلق أو مفهوم المطلق الذي اخترعته الأديان أو اخترعه الإنسان بشكل عام دائما إنسان يعتقد أنه سيحصل في مرحلة ما أو ممكن أن يتخيل أنه سيعيش عن طريق الخلود أو طريق إلى فكرة المطلق لكن من أين أعتت هاي فكرة المطلق هي هنا هنا تبدأ الصعوبة صعوبة فهم الدين وفهم فكرة المطلق الديني والمطلق عموما وهي إنه معرفيا كيف الأنهان أدى اختبر هذه المعلومة لأنه موجودة داخل الإنسان وهذا الإنسان هو نفس ما يعرف هاي الحقيقة وحتى عندما يحاول أنشرحها لنا نجد صعوبة في فهمها وهو أيضا يعبر عنها بلغة هي بحل ذاتها أيضا لغة محدودة وقابليتها على التوصيل وعلى تحويل المعاني أو مباني المعاني إلى مباني والمباني إلى معاني مشكلة كبيرة سواء داخل الإنسان مع نفسه يعني علاقة المعاني بالمباني اللغوية داخل الإنسان ومفاهيم اللغة وأيضا هذه المفاهيم نفسها في علاقتها مع الآخرين لأن المفهوم بالنسبة إلي معنى كلمة محددة ومبنى كلمة محددة يختلف مع الإنسان الآخر حتى لو كنا نشترك في الإرث اللغوي نفسه هنا نفكر بأنه هناك يعني لابد أن نعترف بوجود توق أو شوق إلى المطلق بتعبير هيكل هيكل دائما عند فينومنولوجيا الروح يقول دائما أن الحياة يعني الإنسان يعي الحياة من خلال الشوق وهذا الشوق أو الرغبة ديزاير يعني هو شوق يعني لا يمكن أن يتضمن أو ينطوي على موضوع محدد إنما هو هلامة أو جو عام فضاء عام يعني يشعر به الإنسان فقط وأيضا هذا الجو العام ليس له حدود مفتوء على كل الأفاق وكل الأبعاد بالتالي هو يعبر عن شوق إلى الحياة وأيضا يعبر عن شوق إلى ما يتجاوز الحياة أي نرجع للنقطة الثالثة هي نقطة الخلود يعني هاي كلها تبقى مفتوحة على فكرة المطلق هي بأكمل تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات وأيضا مفتوحة على تحول الإنسان من كائن محدود ونسبي إلى كائن متعالي وأيضا متعالي إلى عين لتحقيق الدرجة المطلقة هنا تصبح المشكلة أنت عندما تنتقل بحياتك وهذا الشوق كيف تعبر عن هذا الشوق كيف تختبر هذا الشوق كيف يكون لهذا الشوق كيف هذا الشوق يحمله معنا هنا تصبح المشكلة الخطيرة بأنه أنت يجب أن تقوم بفعل ما يجب أن تكون مجازفا يجب أن تكون شجاعا وأن تتوغل في شوقك في تحقيق هذا الشوق وإلا فأنت لا يمكن أن تحقق أي شيء السكون والثبات الذي أنت تحلم به أصلا يعني هو بالمطلق أنت تحلم به يعني فكرة المطلق هو فكرة الثبات وفكرة الخلول أيضا فكرة العودة إلى المقدس هي أيضا فكرة ثبوتية وتثبيتية لكن أنت في الوقت نفسه يجب أن تتحرك من أجل هذا الثابت أي أن هذا الثابت هو يبقى من رجعيتك وأيضا هدفك يعني أنت أشبه المطلق هو أشبه بمركز الدائرة وأنت تذهب وتعود إليه بطريقة أو بأخرى لهذا السبب نشوفنا دائما الرؤية الدينية للعالم والأشياء والطقوس الدينية دائما هناك حركة دورانية رغم أن الأجانة التوحيدية تقول بأن هناك حركة تصاعدية أو في اتجاه واحد اتجاه المستقبل لكن واتجاه التاريخ وصناعة التاريخ وأن هناك لحظة بدء وستستمر إلى لحظة المنتهى أو أو اليوم الدينونة لكن هي في الحقيقة عندما تيجي تكتشف الموضوع تكتشف أنه يلغي الزمن أن هذه الحركة بين نقطة الخلق ونقطة الدمار الشامل أو العودة إلى الجنة الموعودة هذه الحركة تتم بدون يجب أن تحدث تلقائيا يعني تبدأ من هذه النقطة وتنتقل مباشرة للنقطة الأخرى كأنك تتحرك في الدائرة نفسها يعني تبدأ من النقطة صفر وترجع إلى النقطة 360 أو درجة 360 أي أنك واقع في المكان نفسه وكأنك لم تتحرك هنا الأديان تلغي الزمن ولهذا السبب شوف الدين لا يبني تراكم معرفي إنما يبني دائما تراكم روحي تراكم مقدس تراكم تثبيتي هو هدف لأن هدف وليس أن يتحرك بل أن يرفض الحركة وبالتأكيد لا يوجد عندما لا توجد حركة لا يوجد زمن لأنه هو ما هي الحركة هي الحركة هي يعني أي سرعة هي تقسيم المسافة على الزمن فبالتالي إذا عندما عندك حركة فالزمن صفر فتبقى معناته ثابت في مكانك هنا الخطورة وين تكمن تكمن هنا يصبح وجه الحياة هو وجه الموت فأنت عندما تجازف أنت تعود لها لقطة تثبيت الأولى اللي هي نقطة نقطة المطلق الذي يتساوى تتساوى فيه الحياة مع الموت ويصبح التثبيت هو وجهان وجه الموت الذي الذي يصبح الذي يعبر عن الخلود ووجه الحياة التي أيضا هي تعبر عن الخلود لكن بطريقة مختلفة أنك يجب أن تنطلق بدون طريق أن تنطلق بدون طريق من نقطة تثبيت اللي هي الحياة إلى نقطة تثبيت التي هي الموت الذي يعبر عن الخلود ولكن عليك أن تكون مجازفا وتلتقل بينهما بطريقة روحية متعالية ترانسندانتلية ترانسندانتالية إذا صحت تحويل الكلمة هذا الشيء الأساسي الذي أوت تفكر به النقطة الخامسة وهي من مقاومات جوهر الدين اللي أنا هي من عندي أن الدين هو القطيع اللي تختلف عن كل رؤية الفلاسفة الآخرين أو الرؤية العامة يعني سويت جرد على معلم الرؤى الخاصة بالدين الرؤية الخاصة بها أنا عبرت عنها بمفهوم للدين نشرتها بحلقتين قبل بضعة أشهر وأكثر مرة نشرتها وأقول بأن الدين هو القطيع أنه مسألة عندما نتناول فكرة الإنسان في الشوق الداخلي وأن مسألة الدين هي مسألة خاصة وهذا التناول الفلسفي أنا أعتبر التناول خاطئ لأن مسألة هي مسألة جماعة وليست مسألة أفراد أن الإنسان هو الوجه الآخر للقطيع والقطيع هو الوجه الآخر للإنسان نفسه فهذا الشكل الجماعي أو الوجه الجمعي للإنسان المنفرد هو وجه القطيع نفسه وبالتالي إنسان يشعر بانتماء القطيع أكثر مما يشعر بانتماء إلى ذاتها يجب أن يتم تحييتها لأنه عدم تحييتها بالتعبير الدماغي إذا لم نعطل أو نختزل دور الجهاز الحوثي أو مخ الزواحف كما يسميه العلماء الدماغ فهذا الدماغ يحتك على أن تمارس غرائزك وتلبي شهواتك وغرائزك وحاجاتك الخاصة على حساب أي شيء آخر هذا الجهاز هو الذي قاومه النسان وسمح له بأن يكون إنسانا كيف عندما اخترع الدين أو اخترع فكرة القطيع إنما أصبح قطيعا هذا الإنسان استطاع بعد ذلك أن يشكل جماعات وبفضل هذه الجماعية استمر بالبقاء وبقاء الجنس البشري الذين رفضوا فكرة الجماعة أو الملحدين بالتعبير الصحية بالتعبير المعاصر هؤلاء انقرضوا ولم تستمر جيناتهم حتى يومنا هذا هذا التحليل العلمي وليس فلسفي لكنه أنا فلسفيا أتحدث عن أنه القطيع الإنسان هو وجه الآخر للقطيع والقطيع هو الوجه الآخر للإنسان نفسه بالتالي القطيع هو الكتلة الكلية للإنسان الواحد يعني المعبر عن هذا الإنسان هو مشروع إنسان واحد أو جماعة واحدة لكن يعبر عنها القائد القطيع هو بالضرورة هو الممثل أو النموذج الذي يقتدي به الجميع ويسيرون خلفهم يفعلون ما يفعل ويقولون ما يقول ويؤمنون بما يؤمن هذه هي الفكرة القطيعية وهم بغض النظر عن مدى قناعتهم بما يقوله هذا رئيس القطيع أو قائد القطيع هو مهم المهيمن المسيطر نحن نسير خلفه وهذه فكرة الديانات إنه دائماً يسير خلف الإمام خلف النبي خلف التعليم خلف النص دائماً هناك شيء ثابت واحد يسيرون خلفه دائماً هناك شيء يدورون حوله هذا الدوران هو بالوقت نفسه ذوابان في الجماعة الجماعة هي نفسها الفرد نفسه لكن الإنسان الكامل أو الفرد الكامل هو بطريقة أو بطرق هو القطيع الواحد والإنسان هو ليس بواحد إنما هو جزء ليس جزء خاص أو متفرد داخل الجماعة إنما جزء ذائب مع الجماعة وعلاقته بالآخرين ليست علاقة ندية إنما علاقة تعاون ألاقة أخوة ألاقة الأساسية العمودية ألاقة برب القطيع أو سيد القطيع أو رب القطيع بالمعنى المتعالي المعنوي أما المادي هو ألاقة عمودية فقط برب القطيع أو سيد القطيع هذا مادياً هو متعاون معه أما الرفيقة فهو مجرد شريكة في في الاتجاه العمودي أو الانتماء العمودي هذا اللي فكرة تخطئ وعندي تفاصيل أكثر في هذا الموضوع في موضوع في مفهوم الدين لديه على مدى حلقتين نشرتهما قبل شهور والآن بعد أن حددنا علاقة الإنسان بالدين في الجانب الأول وحددنا علاقة مقاومات جوهر الدين في الجزء في القسم الثاني الآن بعد الفاصل راح تحدث عن مقاربة مسألة الدين من خلال بعض جوانب التحليل النفسي ومن خلال تحليل المادي التاريخي لماركس وأيضا جانب الاجتماعي من قبل دوركايم فابقوا معي كما قلت انطلق دوركايم من مقاربة الظاهر الدينية من دراسته للأديان البداية قال بأنه علينا أن نرجع إلى أصل الدين أو جوهر الدين لكي نفهمه أن ندرس الأديان البداية أو الشعوب البداية جدا الموجودة وأن نحاول أن ندرس الظاهر الدينية لديهم هناك سنجد يعتقد بأنه سنجد جوهر الدين وسبب الظاهر الدينية أو يدرسها بطريقة خالية من المؤثرات المختلفة في الأديان المتطورة فماذا وجد؟ اعتبر بأنه أشكال أن أساس الحياة أن الأشكال الدينية تلك الأشكال المختلفة الأشكال الدينية المختلفة هي أساس الحياة الاجتماعية ومادتها وتوصل بعد ذلك لاستخلاص نتيجة تتمثل بأن أفعال الإنسان المتدين اللي يعبر عنها من خلال العقيدة التي يتبنىها سواء على مستوى التعبد أو الطقوس التي يمارسها أو حتى مستوى مشاعر الباطنية الداخلة هي هاي كلها أفعال اجتماعية في أصلها وطبيعتها الإنسان المتدين بالنتيجة هو حد ذاته ظاهرة اجتماعية أنا عندي حلقة أقول بأنه بالعكس الظاهرة الاجتماعية هو الدين المجتمع هو ظاهرة دينية وليس العكس طبعا دوركايم يقول يعني ما ينكر وجود تجربة دينية لكنه يشك في أن يكون هذا الواقع الموضوعي اللي ينشئ هذه التجربة مطابقة موضوعية للفكرة التي يتبنىها المؤمنين أي أن يعني هو يقول أن المجتمع هو روح الدين بمعنى المعايي وفيقول إذا كان الدين هو منشع جميع ما هو جوهري في المجتمع فهذا يعود لأن المجتمع هو روح الدين هذا بحث تعبيره على حد تعبيره أي أن معنى أنه الدين هو روح الجماعة وهذا أنا أعتبر تعريف جيد ورغم أنه الآن بحوث التي قدمها دوركايم حول الدين بحوث أساسية جدا صحيح كثير من الباحثي الآن تجاوزوها كثيرا لكن ما زالت يعني لها حضورها وقوتها الكبيرة ويعني هو مصدر أساسي لا غنى عنه في موضوع الدين وأنا أعتبر من أكثر المفكرين الأقرب إلى تصوري عن الدين من جميع المفكرين الآخرين بالتالي هو يقول أنه يتسائل كيف ينتقل الإنسان من كأن اجتماعي إلى إنسان متدرين هنا السؤال فيوضح الموضوع دوركايم يقول نصا بالله شي يقول يقول بأن الحياة الجماعية هي التي تثير في الفرد مشاعر تجاوز الذات وتحمله على ألا يقبل المحدودية التي هو عليها في العالم الذي يحيط به فبالتالي هو يسقط بعد ذلك مشاعر على ذلك العالم ويحيطه بهذا بناء التعظيم هذا من كتاب الأساسي هو الأشكال الأولية للدين بالتالي من هنا يقول يعني من هنا تتضح هذه طبيعة المثل التي من خلال هذا الفعل تستنبط المثل التي يعتنقها أو يؤمن بهذا الفرد هي هذه المثل تتخذ شكل اجتماعي جماعي وهذه تحيل بدورها على المجمل يعني على الحياة الاجتماعية بأكملها لجماعة التي هو فيها هذا الشخص لهذا السبب فأن التوق الباطني كما يقول إلى الإلهية هو منشأ الطاقة التي والطموء على الكمال الذي هو التوق اجتماعي بالضرورة هذا حسب تعبير دوركايم وأندي كلام كثير حول هذا هذا المفاهيم في حلقة من فصلة عن دوركايم وحلقات خاصة عن دوركايم وكتابها الأشكال الأولية لحياة الدينية الآن أنتهي بفكرة وجهة نظر الأخيرة وهي وجهة نظر ما يسمى علم الاجتماع النقدي أو التاريخي وهي أول مادية التاريخية لماركس وأنجلس ماذا يقول لكن بعد الفاصل والآن ماذا يقول ماركس عن الدين الدين يرى بأنه شيء أو أمر من خلق البشر الإنسان هو الذي خلق الدين والذي أوجد الدين وبالتالي هذا الإنسان هو الذي يضمنه أوهامه ويسقط عليه أوهامه أو ما يعتقدون أنهم عليه يعني هو يؤمن بأنه هناك الشيء ويؤمن بقضية ويسقط هذه القضية ويتشكر من خلالها الدين هذا الدين بالتالي هم يلجأون الوهم الديني اعتقادا منهم بأنه ملاذ لهم من بؤسهم الواقعي هذا أو خلق الخلاص من هذه المتغيرات كما قلت عندما تناولت مقاومات الدين وقلت من خلوج من المتغير بحجة الثابت الذي يمتلكونه وهذا اللي قال بصيغة أخرى ماركس فيقول بأن الإنسان المتدين لا يظهر في هذا العالم الذي من ثمته الأساسية هو أن يكون مزعج ومقرف ومتغير ومخيف ومرعب هذا الإنسان بالضرورة راح يعبر عن عنواع مقلوب وصورة مقلوبة للظروفة الاجتماعية والاقتصادية التي أتعبتها أو التي تتعبه دائما وهذا يعني شنو يعني أن الدين ليس لا توجد لدى الدين أو في الدين ما هي في ذاتها وليس فيه جوهر إنما هو غير موجود بشكل موضوعي مستقل لا وجود للدين بشكل موضوعي مستقل هو كذا يتحدث ماركس أو يرى كل دين بالتالي هو وهم متخيل مجاله الوعي يعكس هذا الوهم القوة الخارجية المسيطرة على حياة الإنسان اليومية وهذا العكاس أو من خلال هذا العكاس تصبح كل القوة الأرضية هي قوة غير أرضية قوة ألوية تتعالى على العالم هذا العالم الدنيا الأدنى وإلى حد أنه تبدأ بالانفصال عنه في عالم وتسكن في عالم غيبي مستقل هذا الانقسام بالصورة التي وراءها ماركس ماذا يعني هذا يعني أنه الأمر متعلق بمسألة وعي ذاتي لدى داخل الإنسان وهذا الوعي قلبت فيه الأدوار أصبح الواقع الموضوعي هو الواقع الغيبي والواقع الغيبي هو الواقع الموضوعي عملية قلب علاقة الواقع بالواقع هنا تتمثل في هذه العملية سمة الواقع الديني الأساسية أو الرئيسية وهي بالتالي تعبر حق التعبير عن ما يسميه الاختراب طبعا اختراب ومفهوم سابق على ماركس لكنه استثمره خاصة في أرباخ فاستثمره ماركس بهذه الصورة حتى نوضح ماذا يعني ماركس بمفهوم الاختراب يقول بأن يرى بأن أهم قضية ينبغي على التفكير الشامل أن يحلها هي قضية العلاقة بينما يبدو لنا في كل واقع من وجه واقفة يعني أي وجه الواقع الفردي ووجهه الاجتماعي أنه هذا الواقع الفردي لا وجهه آخر إلا هو الوجه الاجتماعي كل أمر إنساني وفي الحقيقة يمتلك بعدين بعد فردي محيل على ما هو نفسي يعني عندك حاجة عندك رغبة عندك شعور عندك إرادة عندك تفكير خاص بك وأيضا هناك بعد اجتماعي يحيل على تاريخ معين هو تاريخ النشاط الاقتصادي والهياكل الاجتماعية والمؤسسات السياسية يعني بعد ذلك يستخدم من خلالها ماركس قوة الإنتاج وعلاقات الإنتاج والدولة وما إلى ذلك هي الصيغة المعروفة المنهجية الماركسية المتعرف عليها وهذا الوجهان بالتالي يؤديان إلى عالمان عالم الإنسان وهو هذين الوجهين نفسهم البادي الفردي وبادي الاجتماعي هما الإنسان وعالمه معن كلهما في حالة واحدة إنسان وعالمه فعندما يجد الإنسان تعبيرا عن جوهره معنى هذا أنه يحاول أن يحقق جميع الممكنات التي يستطيع إنجازها الجلس البشري سواء على مستوى الفرد أي باعتبار إنسان هو فرد يصنع تاريخ الخاص ويصنع عالمه الخاص أو في مستوى المجتمع باعتباره أنه هذا المجتمع هو الإطار الذي يتخذ فيه الإنسان شكله أو مسحته التي يتموضع فيها بالتالي هذا هو المجتمع الطبق الذي بعد ذلك يحلل أركانه أو قيمه أو أسسه الماركس وهذا المجتمع يعتبره دائما المجتمع اختراب يمنع تحول يمنع الإنسان من التعبير عن جوهر بشكل حر بعد ذلك يعتبر الماركس الاختراب أنه هي ظاهرة ملازمة للمجتمع الطبقي وهذا يجعل ماركس يرجع أصل هذا الاختراب إلى العمل المقترب الذي يجعل الإنسان المنتج غريب عن ذاته يعني بذاته وبالتالي يرى بأنه لا 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 توجد وسيلة القضاء التام على هذا الاختراب إلا بالقضاء على مصدر الأساسي أي الاختراب في العمل يعني هو ربطها بطريقة وصلها للعمل وصلها للقوة الإنتاج وسائل الإنتاج والطبقية وما إلى ذلك لكن هذا ربط بفعل ربط قوي ويستحق الدراسة وهو فعلا درس بما لا يحصى من الدراسات حرفيا يقول ماركس أن الدين والعائلة والدولة والقانون والإخلاق والعلم والفن هذه كلها أشكال من الإنتاج أو أشكال معينة من الإنتاج وهذه محكومة بقانون الإنتاج العام الاختراب الديني يقول في ذاته لا لا يتنزل إلا في مجال الوعي الذاتي أي في داخل الإنسان على خلاف الاختراب الاقتصادي الذي يتنزل في مدار الواقع والحياة الواقعية بالتالي القضاء على الاختراب في شكله الاقتصادي هذا يتضمن القضاء على الاختراب الديني هنا يعود إلى الدين فيعتبر أنه الشكل الاقتصادي والتقسيم العمل وما إلى ذلك هو إلى علاقة بالاختراب الديني فالاختراب اقتصادي لا بد حتى نتخلص من الاختراب الاقتصادي لا بد أن نتخلص من الاختراب الديني يعني ربط لافت جدا بالخاتمة طولت هذا الموضوع شيق وأنا حاولت اختصر قدر المستطاع يعني المنظور الفلسفي للدين طبعا منظور ضخم جدا أنا حاولت أنه يعني بطريقة أنه اختصر قدر المستطاع ووجهات نظر لا أول لا ولا آخر في هذا الموضوع لكن أنا حاولت أنه أنطل علامات الرئيسية أو التوجهات الأساسية للتناول الفلسفي لموضوعات الدين فبالتالي أنا أعتبر بأن مسألة مناقشة الدين وجعل وأمكانية التفكير عن موضوعات الدين هي التي تجعلنا الآن نفكر بأن أن أن بأن الدين ليس مسألة لا قيمة لها أو لا أو مجموعة أوهام وأساطير وما على ذلك لا أنا بالنسبة للدين مسألة أساسية في حياة الإنسان ليس لأنه دين إنما لأنه يمثل جانب الاجتماعي القطيعي بالتعبير الذي أفضله دائما القطيع البشري هذا القطيع البشري يحتاج دائما أن يتواصل فيما بينه ولن يحقق هذه العملية إلا عبر ما نسميه دين أي أن أن التواصل بين البشر وتكوين الجماعات هي التي تخلق الدين وليس الدين الذي يخلق الجماعات يعني بالدرجة الأولى عند أي عملية التواصل بين البشر هي أنا أسميه دين يعني الآن تشكيل دولة ودستور وبشكل بشكل مقصود وتجتمع مجموعة من ناس من أية القوم أو الخبراء يشكلون دستورا بعد ذلك يسفر عن هذا الدستور دولة ومجتمع وأجهزة ومؤسسات هذا هذه العملية بيكمل أنا أسميها دين فبالتالي الدين عندما نفهمه بهذا المنظور الفلسفية الآن اللي قدمت على مدى ساعة أكثر من ساعة وربع الدين بهذا المعنى هو دين ليس ثابتا وإنما يحاول أن يثبت الأشياء ولكي يقاوم المتغيرات التي يخضع علىها الإنسان ويدفع ثمنها غاليا من حياته ومن طاقته ومن صحته هذا الثمن يدفع الإنسان لصالح بناء دولة أو منظومة دينية منظومة علاقات متصالحة فيما بينها منظومة علاقات سليمة قائمة على العلم والعقل وليس على الأوهام كما يحصل سابقا الأديان التي ورطناها والتي ما زالت حاضرة في واقعنا الحالي هي قدمت ما عليها قدمت ما عليها وقامت على ساطير على كاذيب قامت على انتهاكات على مجازر على تكفير على على اتهامات بالهرطق صراعات الأول والآخر هذه كلها جزء من هاجس الإنسان مخاوف الإنسان من أن يكون لقمة سائلة لجماعات الأخرى فبالتالي كان الحل أنه يتجمع على شكل جماعات هاي جماعات احتاجت إلى عقيدة ما تجمع فيما بينها ولا تسمح بأي تحاون وتكاسل و كما يسمى الراكب المجاني يعني لا تسمح بوجود راكب مجاني داخلها إنه أنا أعيش مع جماعة لا أقدم لها لأي شيء هذا الراكب المجاني غير ممكن الوجود فبالتالي هذا الدين هو الآن بالمجتمعات المعاصرة الآن بدأنا عندما نسلط الضوء على دين نحاول أن نفهمه نشعر بأنه مسألة أساسية وحاجة أساسية لكن ليس هذا الدين الذي ورطناه إنما معنى أو جوهر الدين الذي نحاول الآن أن نقدمه و نت يعني نوضح أركانه وأبعاده وجوهره ومقاوماته ونقدم مقاربات له بالطبيعة أنا ما قدم الشيء يعني إلى قيمة كبيرة جدا لكن قدمت نقاط أنا أعتقد بأنها ستضيع كثير شكرا جزيلا وأسفل طالة وشوفكم خير ومع السلامة شكرا جزيلا